كثير مننا يطلع من بيته ويشي لهم الأطفال ويشي لهم الغرفة ويشي لهم البيت كيف ممكن تطلع وتتطمن وما تشيل الهموم هذي كلها خانعرفك على منتجات رنق المختلفة أول منتج عندنا رنق بيل هو عبارة عن جرس منزلي مثل المتعارف عليه بيننا لكن يميزه وجود كاميرا مدمجة وقدرته على الاتصال بشبكة الانترنت بفضل رنق بيل ما راح يفوتك أي زاير يجي عند بيتك ومو لازم تكون قريب من الجرس داخل البيت أو حتى تقوم من مكانك عشان ترد عليه كل اللي عليك ترفع جوالك وتشوف من اللي جاه وتكلمه والأحلى من هذا أنك تقدر تسوي هذا الشي حتى لو كنت طالع بره البيت وكذا ممكن حتى تراقب مدخل بيتك وانطالع ومسافر والكاميرا توفر فيديو بدقة 1080 بي ومايكروفون وسماعة عشان تسهل التواصل بينك وبين الطرف اللي أمام الجرس وفي حساسات راح تنبهك بمجرد ما يمر شخص أمام الكاميرا عشان يعطيك حماية أكثر والروعة أن الرينك بيل لا سلكي بالكامل ويعمل بالبطارية القابلة للشحن عن طريق منفذ مايكرو يو اس بي المنتج الثاني اللي عندنا هو كاميرا سبوتلايت كام وهي عبارة عن كاميرا مراقبة تتميز باحتواها على كشافات وجرس انذار عالي الصوت ومثل العادة منتجات رينك بإمكانها متابعة الكاميرا عن طريق تطبيق خاص بالجوال وتعرف ايش قاعد يصير حول بيتك وبفضل الكشافات المدمجة جودة الصورة بتكون عالية وبتمكنك انك تقرب الصورة بدون ما تخسر اي جودة وبتقدر بعد من التواصل بين الكاميرا وبين جوالك وتتابع اطفالك وحتى هم يلعبون في حوش بيتك الحساسات بتخليك تقدر تاخذ وتلتقط الحركة بزاوية تصل الى 270 درجة وبتعطيك تنبيه في جوالك مهما كان المكان اللي انت فيه كاميرا سبوتلايت متوفرة بنوعين نوع لا سلكي يشتغل على البطارية ونوع سلكي ما يحتاج البطارية كل الكاميرتين لسبوتلايت وجرس رينك بيل عندهم القدرة للعمل في ظروف الأجواء الباردة والحارة يعني لا شي الهم الحر اللي عندنا المنتج الاخير من رينك هو عبارة عن مقويل شبكة الواي فاي اسمه رينك تشاين برو بيكم فيه جدا خصوصا لتوصيل الشبكة لخارج البيت لأجهزة رينك الاخرى اللي عندك تقدر توصل مقوي الشبكة بأجهزة رينك الاخرى وايضا بيتوصل بجوالك ولو جاك اي تنبيه من أجهزة رينك مثل جرس المنزل ولا كاميرات سبوتلايت رح يقوم شاين برو المقوي بتنبيهك عن طريق السماعة المدمجة فيه وبكذا حتى لو كنت تارك جوالك في غرفتك وكنت تمشى في البيت رح يوصلك التنبيه مهما صار أجهزة اكسسوارات رينك متوفرة الآن على جرير.com عبر الرابط اللي بيظهر أمامكم تمنى يكون الاستعراض عجبكم ونشوفكم بإذن الله في فيديو قادم على قناة مكتب الجرير